بالفايلز والآن بدأ التسجيل اليوم الشابتر راح يكون عن dealing with files الملفات مين بيعرف للملف شو الملف ببساطة هيك بلغتك العادية شو هو الملف كل يوم بتتعامل مع ملفات مع جهاز الكمبيتر شو أنواع الملفات اللي بتتعامل معها في جهاز الكمبيتر شو هو الملف باعتقادك هو مكان ما نخزن فيه المجلدات الملف ما نخزن فيه مجلدات آه مكان ما نخزن فيه البيانات البيانات المجلدات هي مستوعبات أكبر من الملف هي collection of files صح ولا لا الآن خلينا نستعرض هذا الحكي على جهاز الكمبيتر مثلا هاي أنا عندي هون على سطح المكتب زي ما أنتم شايفين هاي ملونك في سطح المكتب شايفينه هاي في عندي هون آآ مثلا آآ مجلد هاي اللي بالأصفر مجلدات هاي ما لها هاي containers containers مستوعبات بتحوي مجموعة من الملفات جواتها تمام يعني مثلا لو فتحت هذا المستوعب بلاقي جواته مجموعة من الملفات مزبوط ولا لا هذا ملف مثلا هذا ملف لأنه وأعمل double click على هذا الملف باجي بافتح هذا الملف بشوفيش محتوياته تمام إذن هذا أحد الملفات طيب آآ هذا مثلا عندي على سطح المكتب هون هذا ملف هذا ملف بس هذا مش مجلد زي هذا مستوعب بالنحط في ملفات هذا ملف فهذا أصغر وحدة تخزينية منتعامل فيها هاي مثلا محتوى هذا الملف تمام هاي هيك double click ونطالع لك محتوياته تمام أوكي إذن الملف شو هو الملف هو أصغر وحدة تخزينية يمكن التعامل معها على جهاز الكمبيوتر مين اللي بتيحنا نعمل الملفات نحذفها ننسخها ننقولها من مكان لمكان إحنا احنا كنا نتعامل مع الملفات نعم برامج برامج مثل وورد نكتب على ونحفظ الملفات تمام تمام يعني نظام التشغيل نظام التشغيل اللي هو الويندوز ما بيسبح أننا نعمل ملفات وننقل ونقيم ونحط يعني هاي أنا باستخدم نظام التشغيل مقدرش أعمل right click زي هيك أو أقول له new وأقول له هون text file microsoft publisher powerpoint access new folder folder أعطيني new أعطيني مجلد جديد هاي مجلد مجلد وإذا كعملت مجلد تمام بإمكاني جو المجلد هاذ أقول له right click new text file هاي text file نقل له s1 مثلا أوكي سميته double click وباجي بكتب جوه الملف اللي بدي إياه صح ولا لا وهاي file save save عشان أخزن المحتويات خلص هاي صار عندي مجلد طبعا بقدر عيد تسمية المجلد هذا هاي rename أقول له مثلا my files أوكي خلص هاي double click هذا الملف double click هاي فتحت الملف سكرته شفت المجلد شفت كل حاجة خلال ثواني استطعت أعمل ملف وأعمل مجلد وبقدر أشيل هذا المجلد وأودي أقول له right click delete أو أدي أعسلت المهملات بصير أو لا لا شو يعني يعني خلص أحذفه طيب بصير أنسخه نعم هاي copy بصير أعمله نقل نعم هاي cut إذن تستطيع أن تجري على الملف مثلا ممكن ممكن أجي أعمل drag and drop أشيل هذا الملف وحطه بره هون صح أو لا لا مزبوط إذن هاي shift delete تبدح تفضل الملف لأني أنا عامل temporary بشكل نهائي هاي حذفت كله هذا شغل operating system نظام التشغيل الwindوز اللي إحنا بنشتغل عليه لأنا بتوفر لك البيئة المناسبة حتى تعمل ملف تصل للملف تقرأ محتويات الملف تكتب على الملف تعدل على الملف تنقل ملف تنسخ ملف تعمل مجلد تحط فيه ملفات تنقل مجلد تضغط المجلد كل هاي العمليات متاحة أصغر وحدة تخزينية بتحويل بيانات هي الملف الملف أنواع الملف أنواع شو الملف الآن الملف أي ملف بالدنيا بتكون من file name dot extension for example لما قوله s1 dot txt وين اسم الملف the the name of the file as one الاسم الملف extension نوع الملف extension txt is txt طبعا pdf الآن هذا نوع من أنواع extension txt بتدلك على إيش على أنه ملف إيش على النوع نص نوع نص إذا كان الملف dot مثلا bin in يعني binary إذا كان dot gpg شو يعني صورة صورة إذا كان dot mp3 مقطع صوتي مقطع صوتي dot mov إذن اسم الملف أنت بتتحكم فيه ولكن extension بيدل على نوع الملف تمام إحنا مش رح نتعامل في الشابتر هذا إلا فقط مع txt لأنه باقي الملفات باقي الملفات يا شباب هي ما يعني مش موضوع الشابتر هذا موضوع الشابتر هذا هو التعامل مع text files لأنه text files تعتبر strings بالنسبة البايناري والجي بي جي والم بي ثري والموفي وكل الأنواع الأخرى يعني هي عبارة عن يعني ملفات تحتاج إلى software حتى تفتحها خاص ممكن نتعامل معها بلغة البرمج لكن مش موضوع يعني it is advanced طيب الملف إحنا ممكن نتعامل معه سوري نتعامل معه بالقراءة وبالكتابة يعني بس بدنا ننتبه إلى ما يلي عشان نفهم يعني كيف بدنا نتعامل معه بالقراءة وبالكتاب نفهم موضوع file object stream بالقراءة وبالكتابة مش عن طريق operating system عن طريق لغة البرمجة إلا هي python تمام اه بدي نفهم مع بعض الرسم التالي خليني أرسمها بدي قوله الكهون يعني ركزوا معاي هاي ال cpu تمام وهاي ال external storage خلينا نعتبر ال external storage عندنا هو ال hard disk ال hd ال hd اختصار لإيش لل hard disk لأن الملفات بشكل حقيقي وين بتتخزن بال hard disk بال hard disk تمام يعني هاي ال hard disk شو منسميها احنا ال file ال memory ال external ال external storage او ال external memory ال external ال external memory تمام او ال external storage الان بسؤال سرعة سرعة ال cpu بالنسبة لسرعة ال hard disk مين اسرع ال cpu cpu طبعا طبعا ال cpu سريعة جدا لدرجة انه لا يمكن ال hard disk يجاريها وبالتالي هاي سريعة كوحدة معالجة جدا وهذا يعتبر مقارنة مع ال cpu ماله slow بطيء فسريع سريع بده يتعامل مع slow شو بصير مشكلة صح ولا لا واحد بشتغل بشكل موظفين بتعاملوا مع بعض واحد سريع واحد بطيء جدا السريع هذا شو بصير فيه خلص ببطل يطيق هذاك بصير nervous صح ولا لا او هذاك بتأخر عليه بالشغل مظبوط ولا لا فهذا مش مسموح انه cpu تتعامل مع الهار disk دايركت لي ليش لسبب اختلاف السرعة فانوجد اشي هون بالوسط ها سموه البفر سموه ايش البفر وهو جزء من الذاكرة الرئيسية اللي هي او تشبه لحالها وجزء بتشبه الكاش حدا بعرف عن الكاش الكاش ميموري هاي سرعتها قريبة من سرعة cpu قريبة من سرعة cpu عشان هيك الهارد ديسك ما بتعامل مع cpu لما انت بتفتح ملف على طول الهارد ديسك بوديه على البفر والبفر بصير بصير يتعامل مع cpu نتيجة السرعة الكبيرة خليني خليني اوريكو هذا الحكي هون دقيقة ها نشطب هاي الاشياء اوكي 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 نحط هون انا ويجعكم البفر الفايل بفر فايل بفرينج انتبه كويس لهاي الرسمة او خلنا احط رسمي يعني مش مشكلة اوكي اوكي بس احنا بدنا اياها نشوف اوكي بديش كاش ميموري بدي كاش بفر كاش بديش 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 صورة واضحة شايفين هاي الصورة طبعا اذا بتلاحظوا البفر البفر او في عندها بجنبها كاش صح ولا لا في رام اللي هي ال الان اخر حل اللي هو الهارد ديسك انت تعاملك كل ياتو لما بتقرأ ملف بروح للرام ونسخة بتروح للبفر الكاش ميموري قريبة من السي بيو سرعتها تقريبا تقارب سرعة السي بيو لذلك التعامل مع حماله اسرع بكثير اسرع بكثير التعامل السي بيو مع الكاش لكن السي بيو ما بتقدر تتعامل مع الهارد ديسك بشكل مباشر السبب البطء السبب فرق السرعة واضح يا شباب واضح هاي الفكرة اللي بدنا نوصلها تعاملنا داخل البرنامج راح يكون مع اشي بنسميه الفايل ستريم او الفايل اوبجيكت الان البفر هو هو كاش والكاش هي ذاكرة يعني موجودة بلت ان في 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 الجهاز يعني ازاك اي سي كهارد كهارد وير اه اه كتبناها غلط اوكي كاش ميموري عشان تشوفها وهي اميجز اي الكاش ميموري هاي صورة طبعا للكاش هاي صورة الكاش هي برعا قطعة من الهارد وير اي سي بتكون راكبة على الماذر بورد تمام اه ممكن تكون موجودة هون 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 على الماذر بورد لكن بالعادي بتكون اما انتشيب او اوف تشيب يعني اما بتكون مع السي بي يو على نفس الاي سي او بتكون مجاورة للسي بي يو واضح هاي الكاش ميموري حجمها صغير تتسع بعض الاحيان للكيلو بايت او صم ميجا بايتس اونلي وممكن تكون ملتي ليبل سرعتها عالية قريبة من سرعة السي بي يو تمام السي بي يو بتعامل محا بتعمل شمuje النوع الاخر لهو مثلا К المين ميموري لو بدنا نرجع للمين ميموري وين طبعا بتعامل مع مع الميموري بس يعني الميموري هي عبارة عن ذاكرة تتركب عادية على الصوت على الماذر بورد هاي المين ميموري شايفينها هاي المين ميموري هاي بتتركب تركيب على الماذربورد لكن الكاش سرعتها أسرع من المين ميموري ها أسرع من هاي هاي قطعة من الهاردوير تمام طبعا المين ميموري أو الداكرة الرئيسية منتخذين عليها بتم إيش بتم مؤقت شوفوا هون الرسمي هاي هاي المين ميموري عندك ليفل وان كاش ليفل توليفل تري أكمال ليفل فيه للكاش ثلاثة ليفل يعني هاي كاش وهاي كاش وهاي كاش كل واحدة بتأخذ من الثاني طيب السؤال ليش الكاش ميموري موجودة بالأجهزة هي بس عشان الملفات حدا بعرف طيب معلومة للإفادة الكاش ميموري قلنا مهمتها السرعة بدل السي بيو ما يبحث بالمين ميموري تعتبر بالنسبة للسي بيو بطيئة والهاردسك أبطأ شي يعني الحل القاتل إنه يروح على الهاردسك لأن بروح ببحث بميموري صغيرة وسرعتها قريبة من سرعة السي بيو إذا طلبت شغلة من السي بيو بروح بدور عليها وين بالكاش ما لقاش بالكاش بروح على المين ميموري لقاها بالمين ميموري برجع نسخة للكاش وبأخذ نسخة ليش برجع نسخة للكاش مين بقول لي في عندنا في الديزاين للكمبيوتر برينسيبل اسمه برينسيبل أوف لوكاليتي إذا بترجع لشغلة وبتشوفها ممكن ترجع كمان وكمان لاحظوا إذا أنا رحت أدور على طلبي رحت أدور على طلبي بالسي بيو ما لقيتهوش راح لقاها بالمين ميموري رجع نسخة للكاش الكاش أعطت السي بيو واحتفظت بنسخة لأنه إذا رجعت له مرة ثانية بتلاقيه موجود وين بالكاش بدل ما تروح تجيبه من المين ميموري طبعا هذا الحكي بتهم تيمبررلي وبتشعروا فيه لما تصفحوا الانترنت مزبوط ولا لا أول مرة بتخش على صفحة انترنت جديدة بتلاحظ انها بطيها خش عليها مرة ثانية شو بتلاحظ سريعة لأنه ما راح جابها من السيرفر جابها من وين من الكاش واضحي شباب طيب بهذا الحكي كل ياتو إحنا حكينا إحنا لما منيجي نطلع النتائج ونكتب ونطبع كل شغلنا وين بالبداية على الشاشة مزبوط ولا لا الآن التنفيذ البرنامج والإكسيكيوشن والآوتبت وهذا كل ياتو وين بدنا نوجهه على ملف معين على تيكست فاي لذلك أول أول حاجة بدنا نفهمها مفهوم البفرينج البفرينج معناه أنه أنا لما بكتب على الملف أنا بكتب على البفر اللي هو نوع من أنواع الكاش ولما بقرأ بقرأ من بفر ما رح أقرأ إكستيرنالي من الهارد ديسك أو من الستوراج ميديا لأنه سرعتها أقل من سرعة السيبيو واضحة الفكرة واضحة نقرأها مرة ثانية reading from a disk is very slow تبهوا كويس الكل يسمع الكل سامع reading from a disk is very slow thus the computer will read a lot of data from a file in the hub hub that if you need the data in the future it is buffered in the file object buffered معناها وضعت في الكاش الكاش ها رح نسميها البفر أو نسميها الفايل object this means that the file object contains a copy of the information from the file called cache pronounced as cache تكتب هيك cache وpronounced as cache inside the machine memory واضح؟ نبدأ الآن كيف بدنا نفتح ملف ولا إيش بدنا نفتحه؟ إذا الملف فيه هدفين من فتح الملف عندما قبل شوي فتحنا ملف عشان كتبنا فيه وخذلنا مصبوط ولا لأ آه سامعيني يا شباب آه دكتور وفيه ملفات منفتحها بس عشان نقرأها ما منقدرش نعدل عليها تمام الآن الشغل هذا عن طريق الوبراتينج سيستم أو الويندوز لا ما بدنا شيئا بدنا عن طريق الكود استخدام البايثون فأول أمر من أوامر البايثون اللي هو الـopen اللي رح نفتح فيه الملف open هاي كلمة محجوزة بينقوسين اسم الملف الفيزيكل اللي رح تخزن فيه البيانات شو سميناه ماي طحنا قلنا رح نتعامل كل ملفاتنا رح نتعامل محا تي أكس تي أوكي ماي فايل دوت تي أكس تي هذا الملف الحقيقي اللي مخزن على الهارد ديسك هذا المود شو يعني المود ليش انت فاتح هذا الملف ليش بدك تفتحه آر شو بتعني ريدنج تمام مجرد ما نفذ هذا الأمر كل محتويات الملف بتروح إلى متغير هذا المتغير اللي موجود أمامكو هون هذا هو اسم البفر هذا اسم ايش البفر أو الكاش انت رح تتعامل جوه البرنامج مع مين جوه البرنامج رح تتعامل مع هاب مش رح تتعامل مع هاب هذا فقط أول مرة كانك بتقول له اقرأ هذا الملف خط ليه بالبفر هون واضح أول مرة بمر عليها الآن كل شغلك رح يكون على المتغير هذا جوه البرنامج تمام طيب بناءا عليه خليني أرجعنا وياكو نعمل برنامج بسيط ونشوف كيف ممكن نقرأ محتويات الملف تمام طيب نرجع لهون للسبايدر هاي السبايدر وين طفيتوا لي السبايدر كله بسببكو هاي السبايدر طيب اذا نعواليشي بدن نأخذ الريد يا شباب ها شوفوا الآن خلينا نعمل 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 نقول شايفين الopen open كلمة محجوزة طلو لما عطينا open شو طلع لي file mode buffering encoding errors new line اوف اوف الو معاولة معاملات كثير بس احنا مش رح نأخذ إلا اثنين بدنا نقول له first dot txt فاصلة read تمام الآن السؤال أنا وين بخزن ملفاتي خلينا شوف وين بخزن file save as أنا قاعد بخزن ملفاتي على desktop على مجلد اسمه python فيه هون ايش اسمه first بالملفات انتبهوا لها فيش اسمه first يلا حقولي ما فيش صح طيب لما اجي نفذ هاي العبارة ونروح نقول له افتحنا first dot txt والملف مش موجود النتيجة شو رح تكون شو بتتوقعوا قلنا له افتحنا الملف اللي اسمه first dot txt ها على current directory أنا current directory تعطي desktop python code راح يفتح الملف ما لقاهوش شو النتيجة شو تتوقعوا ها يرن شوفوا النتيجة file اقرأوا لي الخطأ هذا نقرأوا مع بعض file not found error no such file or directory الملف مش موجود لا يوجد ملف او directory في هذا الاسم طيب شو في عندي في عندي أنا ملف اسمه try نشوفه موجود هاي open في try هاي try شايفينها هاي هاي خلشوف محتوياته بس هيك نشوف محتوياته هيك welcome to jordan ميوزم الى اخره طيب كويس اذا هون اذا انا عملت له open try شو اعطاني 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 errors انتبهوا اعطاني errors اشي no way اذا اذا الملف موجود بعطيك اش error اذا الملف مش موجود بعطيك error وخصوصا عملية اش ال read طيب قرأنا فتحنا الملف فتحنا الملف انتبهوا لي للميموري شو مكتوب شو مكتوب ال name بتاع المتغير my file طيب شو نوعه text input output rubber text input output rubber يعني يعني rubber بيجمع لك text اللي بتكتبه على buffer على cache اوكي input output ادخال واخراج تمام اذا هذا البفر اللي انا بتعامل معه طيب بدي اقرأ محتويات الملف كلها دفعة واحدة واقدر اقول له طبعا هنا التعامل مع الملف كل محتويات الملف يتم التعامل معها كstring يجينا قلنا له mystr dot mystr equal شو اسم البفر لاحظوا ما تعاملت مع try my file اللي سميته انا هذا المتغير بسميه البدكية dot read شايفين كم من method في method طلعت في read وفي read read all read line read lines رح ناخذ وحدة اول وحدة اللي هي read شو يعني read الread شو بتسوي بتقرأ كل محتويات الملف من وين من البفر من البفر لانه الان هذا الملف الحقيقي محتوياته كلها قرئت ووضعت في البفر شو اسم البفر او الفايل stream my file انت بتقرأ ذفذ الميثود على my file stream لان قرأ لك المحتويات من البفر وحطهم في string او في متغير اخر اسمه my string لان بدنا نطبع شو مين بقولي print ايش خلي طبعنا ايهن عالشاشة يلا print ايش print شو print my file dot txt لا لا احنا قرأنا المي فايل باستخدام الميثود read كل محتويات قرئت ووضعت وين بمتغير اسمه my str طبعا المحتويات بقرأ لك read تقرأ الملف كله as one string هون فتحنا الملف للقراءة ووضعناها بالبفر شو اسم البفر my file هون قرأنا محتويات البفر وحطيناها في ايش في string معنات شو بد اطبع my string my str my str هيرا انتبهوا شو اللي انطبع هون welcome to jordan museum done we finish the files chapter bye bye هذا ملف قديم طبعا كنت جربنا والطلاب فيه واضح واضح شو اللي صار هون قرأت محتويات الملف كلها كل كل محتوياته as one string طبعا واحد بقول لي طيب كيف قرأوا فيه هنا enter حتى السطر الفراغ لانه بقرأ ال slash n كمان بقرأ ال slash n طلوا على my str شو نوح بالmemory str وقديش حجمها 68 character welcome to ومعطيك اشي اخضر انه يعني فيه تكمله واضح يا شباب واضح هذا بالنسبة ل ال read طيب بدنا نرجع عنه اياكم هون الروح على الجدول هذا الجدول هذا مهم جدا احنا فتحنا الملف قبل شوي للقراءة صح ولا لا واستخدمنا المود شو المود اللي استخدمناه هاي قدامكم R شو بتعني R How opened شو بتعني jid only اذا الملف مش موجود اذا الملف اذا الملف مش موجود error اذا الملف موجود opens that file افتح الملف اذا مش موجود اعطيني error طيب اذا بدي افتحه للكتابة شو لازم احط w w شو بتعني write only يعني مسموح لك فقط تكتب عليه باش مسموح لك تخرق منه اوكي طيب اذا الملف موجود it will create the file contents شو يعني يعني اذا الملف موجود وفي بيانات شو رح يصير رح تشطب كل محتوياته صفره واضح طيب اذا الفايل مش موجود it will create and open a new file ما فيش error لاحظين كيف هنا ما في error اذا الملف اش موجود بتعملك واحد وبتعمله open عشان تكتب فيه اذا الملف موجود it will clear the content بتشطب كل محتوياته بتبدأ عليه الكتابة من الصفر واضح طيب المود اي شو يعني اذا اي معناها write only اوكي بس فيه اختلاف بينها وبين هاي انها file content left intact يعني اذا الملف موجود مش رح تصفر لك اياه رح تحافظ على محتوياته واي اشي بدك تكتبه جديد على الملف بنكتب وين appended at the file شو يعني appended at the file يكتب على نهاية الملف اخر اشي واضح واذا الفايل مش موجود اتبلي create and open a new file كل واحدة من هذول الR والW والA في منها plus 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 كل هن اللي plus شو يعني read and write read and write read and write الاولى الR plus reads and overwrite بامكانك تقرأ القديم وتكتب فوق فوق هي هاي الR plus واذا الملف مش موجود بتعطيك error يعني الerror بظهر بحالة واحدة في حالة القراءة والملف مش موجود تمام طيب الW plus clears the file content وcreates and open the file الW plus زي الW تماما ملاحظين W plus بس A تقدر تقرأ الفرق الوحيد انك تقدر تقرأ وتكتب طيب الA plus برضه بتقدر تقرأ وتكتب واي عمرية كتابة رح تكون على الاند واضح هذا الجدوى المهم جدا مهم جدا طيب نرجع لموضوعنا لا اه ال open قبل شوي انا وياكم اعملنا ملف اذا بتتذكروا على سطح المكتب رحنا اعملنا اه اللهم صلي على سيدنا محمد ما تخليتوني اشطبه طيب لا مش مشكلة خلينا نشوفون اه python codes وين ال python codes هاي ال python codes هاي ال python codes وعملنا فيه هون تراي صح بدي اعمل مجلد هون و بدي اسميه اه 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 folder one تمام وجوه ال folder one بدي اعمل كمان اه folder ثاني اسميه folder two تمام و بدي جوه folder two اعمل ملف اسميه first dot txt و بدي احط فيه البيانات التالية my name is خالد نواصره computer science department year mooc university uh erbed jordan hi file save تمام خلص بدي ارجع لل spider l'an بد يقول له first شو رح يصير مين بقول لي اذا عملت رن الان موجودة على current directory شو هي current directory يعني المكان بتخزن عليه حاليا وين المكان بتخزن عليها كيف اعرفو بروح بعمل file save as ببين معاي مباشرة انا بخزن على desktop على مجلد اسمه python code صح ولا لا هل فيه هون اشي اسمه first لا اعمل رن الان معناه شو رح يعطيني ولا حدا بجاوب سامعين صوتي ولا لأ حاس انه الكل طفع سامعين صوتي يا شباب اه سامعين دكتور طيب سامعين بقوله الكل first مش موجود على current directory على المجلد الحالي اللي بيخزن عليه الملفات هذا المجلد ها اعمل open ببين عليك على الطول شو المجلد انت موجود على سطح المكتب على مجلد اسمه python code هاي محتويات python code في شي اسمه first هون طلوا علي لا ما في معناته لأن لما نفذ هذا البرنامج شو رح يعطيني error طب شو الحل الفيرست مش موجود هون مباشرة لكن الفيرست موجود جو folder one و folder two هون موجود الفيرست معناته طلوا الطريق الطريق شو هي desktop python code folder one folder two هاي هاي ايش ال path copy بتجيب ال path وبحطه هون c slash users slash user desktop وبس بعدل شغلة بسيطة شوفوا كيف هاي forward slash مش backward slash forward واضح على desktop البايثن code زي هيك نسختها من هناك نسختها لاحظوا هاي هيك هاي شو منسميها منسميها الفل path الفل عشان بس بدي تشوفوا ال path كامل الفل path يعني الملف اللي اسمه first dot txt وين موجود موجود على desktop على مجلد اسمه python code for me على folder one على folder two هاي الطريق الكاملة اللي بتوصلني للملف هادا شو منسميه شو منسميه مرة ثانية ال path ال path ال full full path هاي run لسه في خطأ نصة file or directory اللي هي شو بايش اخطينا في خطأ فرس 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 اه 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 فرس ما سبو ضد تي اكس تي فانقل له هون اقوله انا شو كنا حاطين الباك هنطوله دائما بسبب المشاكل الباك او الفورد وورد سلاش بايثون كود فور مي هاي باك فولدر ون فولدر تو وبعدين هاي باك اوكي يوني كود كود كونتنت في شي غلط عمنا نشوفون هذا لا مزبوط مزبوط شغلنا الملف معقوله يكون مفتوح بعده طيب خلينا نسكر هاي الملفات كلها وهي رن اوه في مشكلة طيب بدي احط كالتالي وايثون كود فور مي نحن مخزن على الكرن داريكتري اي فور وورد فور وورد اند فور وورد اوكي اوه في مشكلة مي ой my في حاول اوه في شئ اوه 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 طيب احتمال عشان السيكوريتي خليني انقل الملف او المجلدات هذول كلهن هاي كت بدي احطهن على PC على Drive C واحطهن هون تمام يوز عشان السيكوريتي ممنوع من الكتابة على الدسكتوب خليني نشوف او القراءة منها هاي خلينا نشوف الفول بات ناخده من هون هاذا الفول بات هاي copy نرجع لهون نقول هاذا الفول بات control V C slash folder slash folder 2 وهاي كمان slash first.txt error طبعا ممكن تكون هايا هاي forward هاي run ايما انا مختبئ اسم الملف هاي run اي 컨ترول سي اقول لك هابي تلحظه ساعدوني خطأ عندي I see folder 1 folder 2 I copy مرة ثانية إذا ما زلتتش معنا فيه غلط آخر شو الغلط الآخر بدي أشوف شو المشكلة لا فيه مشكلة حدا متابع معاي first .txt folder 1 error number 2 no such file or directory كيف no such file or directory file or directory موجودات خلينا نعمل في اشي مفتوح هون no كله closed اكيد طيب خليني انا اطفل مرة اخرى واعيده there is something wrong يخط هيك من المشكلة. نعم. في خطأ يا شباب. الظاهر من السيستم نفسه. مش من الهوقات. بس احنا يعني يفترض نحط الفل بات بهاي الطريقة. احنا قارئين قبل شويه. انا ممكنني اشيل الان لو شيلت هذا البات كل ياته. طبعا ويفترض ان نعمل البات. اه بس احنا خلينا نشوف شو الخطأ اللي صار عندي. اه بدي ارجعنا وياكو نشيل اه. هاي من السي. اه سي بروتكتد. بس مش مشكلة. هاي فولدر ون. فولدر تو. هاي اه كوبي. وبدي احط نسخة منه هون على البايثون كودز. هاي كونترول فيه. طيب بدي ارجع على السبايدر. اقول له رن. شو المشكلة. نفس الايرو رغم انه موجود الان على نفس الديركتوري. ايه مشكلة صارت. اوكي. طيب يا شباب. خلينا شوف معقولة تكون بالملف نفسه. نرجع على تراي. هاي رن. صار من المشكلة بالملف نفسه. بس اه اه ليش الملف نفسه? شو السبب? هسا برجع. هاي المشكلة بالملف نفسه. بدي اشطبه. هاي. shift delete. وبدي ارجع اسوي لكم واحد من الصفر. new text file. سميه my first. بجوز الاسم في مشكلة. وهاي نكتب فيه اي اشي. يرموك. university. اربد. جوردن. وهاي save. نسكر الملف نرجع للبرنامج ونقول له هنا my first. اوكي. خيرا. لاحظوا. هاي القراءة تمت. كان فيه مشكلة بالملف. فيه كود معين غريب على الملف. هاي اوكي. لان لو حطينا هنا my first كمان. اخذنا منه نسخة. خنجرب ناخذ نسخة. اه. ونحطها في الفولدرس. هاي my first. ctrl c. c. ونحطها هون. اللهم نصلي على سيدنا محمد. اه. وين قلنا الفولدرس وين حطينا هنا يا شباب. على c. هاي فولدر وين فولدر تو. هذا بدنا نشطبه. بدي احط هون ctrl v. احنا نسخنا من هون يا جماعة. شو القصة? هي تصرفات غريبة للجهاز. طيب. هاي راي. copy. وهاي على المجلد اللي هو فولدر تو. هاي paste. خلص. بدي اه. هاي ctrl c. نرجع للبرنامج. ctrl v. اه. backslash. forward slash. my first. dot txt. وهاي كمان. forward. وهاي forward. شايفين بلاحظين. هايا تمت قراءة الملف. الملف. اذا هذا. c. slash folder one. folder two. هذا. full path. full path. واضح يا شباب. واضح. هي فقط. عشان اجرب قدامكم. انه كيف انا. اذا الملف. موجود على ال current directory. موجود على path معين. ها. كيف احاوله. ولاحظوا. ال forward slash. مش ال backward slash. واضح يا شباب. المرة الجاية. مناخذ ال read line. وال read lines. لأن هذا. هون. تم قراءة. الملف. كامل. واعتباره كأنه. string. واضح يا شباب. الله يعطيكم العافية. ونلتقي ان شاء الله المرة القادمة.